أثناء تصوير فيلم شارع البهلوان لكاميليا طلب المخرج من كمال الشنو تصوير مشهد قبلة مع كاميليا لكن رفض كمال الشنو تصوير المشهد لأنهم كانوا في شهر رمضان والمشهد ده يفسد صيامه ولما عرفت كاميليا أن كمال الشنو رفض تصوير مشهد القبلة معها غضبت جدا ورفضت أنها تكمل تصوير الفيلم مع كمال الشنو بحجة أنه أهنها وهي عندها يزة نفسه وكرامة لكن في الآخر قدر المخرج يقنعهم بتصوير المشهد المضحك بقى في الموضوع أن الرقابة صنفت مشهد القبلة بأنه مشهد حميمي وحزفت مشهد القبلة من أحداث الفيلم بسبب جرائط وقوط المشهد حسب وصفهم